شاهدين أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية لاستكمال الحديث حول شواغل القارة الصمراء من قلب مصر دكتور محمد كنا توقفنا عن سؤال حول عمر البشير لماذا لم يتم تسليمه إلى انتنائي فضل الحديث أولا الأشقاء السودانيين عندهم حمية للسودان نفسه ده اللي بيعجبني فيهم أنه هم مش عايزين يعني حتى لو في أصوات بتنادي بتسليمه وتخلص منه ونحن نسلمه وإلى آخر إلا بعض الأصوات بتقول لا أحنا نحك مداخليا وبأيدي سودانية ده في المقام الأول في المقام الثاني هناك مشاورات ما بين النظام الحالي في السودان وما بين منظمات دولية لكسب أكثر يعني زي ما بيقولوا كده مفاوضات يعني لأكتر تحقيق أكبر مكاسب تحقيق أكبر المكاسب حتى يتم تسليمه إذا لكن هو عمر البشير في حد ذاته ومش هو الأزمة كشخص لكن إحنا بنتساءل يعني هل الدول الكبرى اللي عملت على الربيع العبيط اللي حصل لنا ده وحصل في كل الدول دي ما كانتش قادرة مع رئيس الدولة هو أكيد بالقطع كانوا بيحقق مصالح للقوى الكبرى استمرار وجود الإرهابيين يعني دائما بسأل نفسي سؤال إذا كانت فعلا أمريكا والدول الغزمة كانت ضد نظام البشير وكانت تعمل ضده لماذا لم يتم الإقاع بي ده رقم واحد رقم اتنين إذا كان هو ما بيحقق لهمش بعض الطموحات لماذا لم يتم التخلص منه رقم ثلاثة طيب ما الفائدة من وجوده لأنه هو كان بيحقق أكبر مكاسب لأفريقيا وأشرف على التأسيم من فوق أعداء ومن تحت هو يلبي مطالب الغرب وإلا ما كانش عاد 30 سنة في الحكم برغم أنه فشل في النظام في إدارة السودان ووصل السودان لحالة من الفقر وحالة من الفوضى وحالة من الترد الحقيقي كبنية تحتية وكنظام معيش للإنسان السوداني برغم أن السودانيين لا يستحقون ذلك طبعا ده دولة مليانة سروات وإمكانيات وخير وقوة بشرية وجو وكل حاجة ومواني يعني شعب أكبر شريحة فيه من الشباب أرض خصبة إنسان طيب صراوات صبعية صحيح عنده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وده أكبر نقطة تخلي الدولة تنهض إن فيه تكافل اجتماعي يعني موصل يعني مش هتلاقي عدد من الأسر مرمية في الشارع لا بيبقى فيه تكافل اجتماعي من موازات بالضبط الشعب السوداني عموما هو كان عنده تكافل اجتماعي لكن بتتوقع إيه دكتور محمد هنكمل إزاي في السودان لإنه إحدى الدول العربية مش هقول اسمها بعد كل الزيطة بتاعته قوع النظام راح وجايبين النائب بتاعه الحاكم حياتك عارف أبتكلم على مين يعني هل تتوقع أن إحنا هنسير في نفس الطريق ولا يبقى فيه تغيير حقيقي في السودان وده مهم جدا بنسبة لنا السودان حاليا بيتعامل مع كافة الاتجاهات نحو مصلحةه النظام الجديد لا يحابي أحد هو يتحدث عن مصلحة السودان في هذه المرة نظام مدني بجد يعني نظام مدني ويبحث عن مصلحة السودان في هذه المسألة وفي هذه الاتفاقية وفي هذه المحادثة هذه السياسة ولكن في بعض الأحوال في بعض الأحوال البسيطة ممكن يميل للشارع يحقق نوع ما غرض ما بتمريره موضوع معين لجلب أكثر شعبية شعبية في الشارع فبالتالي لكن جزء من السياسة برضو نعرف حالتك بتلمح جزء من السياسة إن أنا أحترم الجارات بقى واللي بيسندوني طول العمر وفيه تاريخ مشترك والله على شعب واحد طول عمرنا هقول لحضرتك حاجة مصر والسودان عشان نكون بنتكلم حقيقي وعلى أرض والواقع هم دولتين جارتين ولكن أعتقد الشعب واحد يعني ما يؤلم السودان سيؤلم مصر وما يؤلم مصر سيؤلم السودان لكن النظام البائد السوداني عمل على مدار تلاتين سنة إنه يشتغل على كيف يخرج من فؤاد وعقل السودانيين والشباب السوداني اسم مصر طبعا وأصبح يغزي ما دون الخمسة وثلاثين سنة حاليا اللي عنده خمسة وثلاثين سنة فأقل ابتدأ يتغزي على إن مصر وقفة ضد مصالح السودان يعني أنا حافظ الاتهامات التي تتوجه لمصر مصر أسمت جنوب السودان مصر عملت على إصارة الفوضى في غرب السودان ودعمت المتمردين مصر في الإعلام بتشتم السودانيين أو بتقل من الشعب السوداني أنا حافظ الجمل والاتهامات لكن خلينا أرد عليكم الإعلام المصري لم يكن موجه من أي جهة في الإدارة المصرية خلينا أرد على الإخوة والأشقاء السودانيين ما فيش جهة وجهت الإعلام المصر وقالت له لا والنبي خشي تكلمي عن السودان ده بالعكس ده الجهات العليا والجهة إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرة طلع وقال يا أخوانا الإعلام أرجو أن الإعلام ينضبط فأكثر من مرة حاول الرئيس واتكلم عن الإعلام وما يفعله الإعلام وما يعني يضر الإعلام على أرض الواقع رغم التراشقات من الإعلام السوداني ورغم التراشقات وأهل الإعلام هو فعليا أهل الإعلام يعني لابد أنه ينضبط فبالتالي خلينا نتكلم إذا مصر بتدعم دارفور أو المتمردين في دارفور هم يعني لأوا دبابتين بس هم دبابتين بس فأكيد خليني أنقل على تونس لأن أنا فاضلي اتنشر دي أو عايز أخد من علم حضرتك وخبرتك في حتة كتير في أفريقيا فيها مشاكل يعني اللي بيحصل مثلا تفجيرات في محيط السفارة الأمريكية يوم الجمعة اللي فات شخصين انتحاريين فجروا نفسهم جنب دورية أمنية للسفارة الأمريكية يعني تونس دولة تعتبر مستقرة إلى حد كبير منذ الإطاحة بزين العبدين وكانوا بيعيرونا بتونس ويقولك شفت أنتوا لسه ما عملتوش الاستحققات هم خلصوا رجعنا تاني تاني في تونس واللعب بتاع الإخوان الإرهابية في تونس تونس دولة جارة لليبيا وليبيا حاليا يعني نوعا ما القبضة الأمنية ضعيفة فيها خاصة في غرب ليبيا أو طرابلس وحاولوا أنهم ينقلوا الإرهاب داخل مصر لكن الحمد لله القبضة الأمنية في مصر كانت شديدة ومراقبة الحدود كانت شديدة فبالتالي الدولة الجارة والأقرب لهم وقبضتها الأمنية يعني تكون مش هشة لكنها مش زي مصر كانت تونس فبالتالي الجبهات الإرهابية اللي داخلها في ليبيا لابد أن هي تنقل بعض الأحداث في الدول الجوار أيوة لكن تونس اللي كانت بتزهو قبل حكم الإرهاب والضعضة وكلام ده أقول لك بس أكامل حياتك عشان تفهم قصدي تونس كانت بتزهو بأن هي دولة سياحية من الطراز الأول بأن هي الدين منفصل فيها عن الدولة الدولة نكحة جداً عندهم أكتوبر ونوفمبر عندهم استحقاق انتخابي بتتصور انتخابات الرياسة راحة فين في تونس؟ أولاً أعتقد أن الانتخابات في تونس هتأتي بسمرها وهينتخبوا حكومة مدنية وحكومة متوافقة أكثر من الموجودة كمان خلينا أقول أن تونس حالياً أكثر عرضة للإرهاب بسبب ليبيا فقط لغير وكمان بسبب بعض الأحداث الداخلية اللي عايزين يبرزوا فيها دور بعض المنظمات اللي موجودة فبالتالي أعتقد أن تونس حتى بعد التفجيرين دول هتنهض وهتبقى كويسة وهتوصل بعد الاستحقاقات بعد الاستحقاقات دي لما تكتمل هي برضو محاولات يعني أنفاس أخيرة للمناوقة يعني وكمان برضو يعني الأيدولوجيات برضو كتيرة في تونس فبالتالي يعني هيحصل فيها بعض طيب عايز أنقل على إثيوبيا علشان الوقت طبعاً أتمنى قدر أتكلم عن الجزائر وبعض الدول برضو اللي فيها نفس الشواغل المشابهة لكن سيوبيا مصر بدأت جولة خارجية مكسفة لحوالي 11 دولة بيقوم بيها سيدة الوزير سامح شكري راح العراق وراح الكويت النهاردة وراح مبارح الأردن قبل العراق برسائل شخصية من الرئيس السيسي لقادة هذه الدول وإطلاع هذه الدول على آخر مستجدات موضوع سد النهض وطبعاً كانت مصر من أيام حصلت على دعم من اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بأنه إدانة للسياسة الإثيوبية المتعنت النهاردة إثيوبيا بتنشر صور وإحنا زعناها في فقرة الإخبارية معرفش ده نسميه إيه يعني مش عايز أقول ألفاظ يعني مش مظبوطة لكن يعني إن إحنا هشغالين وإحنا بنبني وهنملة وقلنا بنبني ودينا بنم طيب أولاً موضوع السد النهضة هو موضوع ما هواش قضية مصرية أسيوبية وقضية مصرية سودانية أسيوبية قضية عالمية وتخص المجتمع الدولي ولا تخص مصر من قريب أو بعيد إذا تم دون اتفاق حقيقي ومرضي لثلاث دول الشرقية للنيل مصر والسودان وأسيوبية أعتقد أن ده زعزع للاتفاقيات الدولية السابقة مثلها مثل اتفاقيات الحدود يعني أحنا مش هناك يعني موضوع أمن قومي خطير جداً أمن دولي مش أمن قومي يعني أمن قومي يعني أحنا أو دولة أخرى لا ده موضوع دولي يعني النهاردة إذا تم البناء وإضرار بمصالح مصر من الصبح كده ممكن الصين تصبح وتقول أن ده مش حدودها حدودها داخل دولة إكس زي ما بنشوف لأن اتفاقيات المياه اتفاقيات المياه والاتفاقيات الحدودية دي اتفاقيات دولية لا يتم المساز بها من أي دولة ده أمن عالم ليعيد مرة أخرى العالم إلى التناطح للحدود أو للمياه فبالتالي سلامة المياه مصر أو دول المصب ده شيء مفروغ منه بالاتفاقيات لكن ما الذي تفعله مصر في هذا التوقيت بالذات مصر تكشف للعالم ما نحن مقبلين عليه صحيح ربما نلجأ لتدويل ربما نقدم في تحكيم دولي نحن نقول للعالم ها نحن يتم عمل بعض السدود مخالف للاتفاق الدولي وسيتم الإضرار بنهر دولي وليس نهر داخلي لدولة ما وسيدور بجيراني طب من خلال يعني معرفت حضرتك بمكونات الإنسان الأسيوبي والقبائل الكبيرة هناك إيه تفسيرك للمواقف هو شأن داخلي معلنة كده ضد مصر هو المواقف المعلنة أعتقد أنه هو شأن داخلي في المقام الأول اللي جذب أكثر عدد من الجمهور الداخلي وحجده تجاه أبي أحمد وحجده أكثر لحزب الإزدهار الحديث اللي راح وتصور النهار ده في الصور اللي حضرتك قلت عليها كان حزب الإزدهار في زيارة لسد النهضة وكمان بالإضافة إلى أنه هو عبارة عن نتائج ما تم التوصل إليه لسد النهضة وبيبرر للشعب الأسيوبي ما وصلوا إليه لكن أعتقد أن لا أسيوبيا ولا أي دولة تستطيع أن تغير قوانين دولية واتفاقيات دولية يعني هو ده كسب وقت في الرأي حضرتك كسب وقت طبعا وأعتقد أنه غير مسموح أصلا بإضرار يعني لا المجتمع الدولي يسمح ولا مصر تسمح بأن يتم المساس بأمنها المائي طيب يعني عايز برضو أكلم حضرتك على الصعيد الاستثماري كبوابة أفريقيا مصر وهي يعني واحدة من أكبر ثلاث دول يعول عليها في الاستثمار مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا مصر تصدرت الدول الأكثر جزما للإستثمار في أفريقيا 18 و19 وفق منظمة الأونكتاد اللي هي الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعني لكن في معوق رئيسي في الدول الأفريقية وبيتم إذكاؤه دلوقتي عشان ما تتحولش إفريقيا إلى صوت واحد وزي ما حياتك قلت صيغة واحدة في التعامل مع المستثمر الأجنبي وفايدة لها هي فكرة النزاعات الداخلية وعشان كده كانت مبادرة إسكات البنادق لكن بنشوف يعني مشاكل كتير في الدول أحنا طبعا في منظمة الأمن والسلم الأفريقية أو لجنة الأمن والسلم الأفريقي بالاتحاد الأفريقي اللي أقرت إسكات البندقية عام 2019 عام إسكات البندقية طبعا أحنا بين 2020 عام إسكات البندقية هم عملوا فعليا للوصول إلى هذا الطموح الخالد يعني أعتقد أنه يعني شيء سامي جدا طبعا أنه قارة متقربة من أكثر من 54 دولة ما يبقاش في صوت للبندقية هم وصلوا فعليا لبعض البنود الحقيقية ووصلوا كمان لأنه هم قدروا فعلا يسكتوا البندقية في أكتر من بؤرة وكانت ملتهبة من نزاعات يعني جنوب السودان النهاردة الحمدلله فيه سلام عبدالله يعني نقدر نتكلم جنوب السودان فكان أمل كبير بالزبط والنهاردة فيه توقيع للسلام وكان متوقع السودان كان واصل للنقطة دي والحمدلله حصل فيه سلام والنهاردة كافة الأطراف السودانية سواء المتمردين أو الجبهات اللي كانت بتقتطل مع النظام السوداني البائد قاعدين النهاردة في جوبة وبيتكلموا عن السلام من 36 وده طبعاً بيبوز الخطة اللي كانت تأسيم التأسيم وإن تفضل المنطقة دي مشتعل عشان مصر ما تستقرش بالضبط إذن هدفنا في إسكاتل صوت البندقية في 2020 قادرين نوصله ولكن طبعاً هياخد وقت يعني أنه هيكون في 2020 وده أهم شيء للاستثمار هو الاستقرار هيمثل ضربة قاسمة للإرهاب في السومال لمنظمة الشباب نيجيريا السودان يعني الإخوان الإرهابية في عدد من دور والضربة القاسمة هو إنشاء مفوضية لمحاربة الإرهاب اللي دع عليها الرئيس عبد البرتاح السيسي في آخر قمة للاتحاد الأفريقي وأعتقد أن الأيام القادمة ستصفر عن اتماع كبير جداً وقمة لإنشاء هذه المفوضية ما بين الدول الأفريقية برئاسة مصر أو بمصر هتكون دولة مقر وما تنساش مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا كانت النقطة الأساسية للوصول إلى السلام كان مؤتمر مهم جداً وكان نقلة نوعية لمؤتمرات السلام في أفريقيا ومثلت نقطة هامة جداً للأشقاء الأفارقة كان مؤتمر أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا وعدد من المؤتمرات والقمم الأفريقية اللي تمت في 2019 ومنها طبعاً مؤتمر الاقتصادي اللي تم اللي كان البنية التحتية أساسها والنهاردة احنا بنشهد إنشاء طرق ما بين مصر قاهرة كيبتوين وده يعد على دول كسيرة بالزبط حديثة جداً النهاردة احنا بنتكلم عن تجارة داخلية وتكتلات اقتصادية بالزبط وتكتلات اقتصادية بتشتغل على أرض أفريقيا لغاية ما نوصل للعملة الموحدة ولغاية ما نوصل للحدود المفتوحة وجمارك زيرو طب النهاردة كان فيه لقاء مع ما بين رئيس الأركان الفريق محمد فريد ونظيرو الكاميروني في القاهرة كان فيه بحث لأفاق التعاون في مجالات المجال العسكري وفيه لقاءات كتير بين جنرالات مصرية وإفريقية البحث هذا التعاون بتتصور حضرتك في عجالة إنه ممكن التعاون العسكري يصل بدول أفريقيا لفين هو دايماً المعلومات العسكرية طبعاً مش بتبقى متاحة للشعوب ولكن التعاون المصري العسكري مع الأشقاء الأفرقى فوق المستوى يعني فوق ما نتخيله نحن يعني أنا كنت في أكاديمية ناصر العسكرية العليا كنت باخد دورات هناك وفعلاً شاهدت العسكريين الأفرقى بيتخرجوا من أكاديمية ناصر وفيه تعاون حقيقي ما بين المؤسسة العسكرية المصرية والقوات المسلحة وما بين كافة الدول الأفريقية وطبعاً فيه قمم بتتم ما بين وزراء الدفاع المصري وكافة الدول الأفريقية لبحث سبل السلام والأمن ودعم التعاون الأمني ودعم التعاون ما بين القوات والعسكري ما بيننا وما بينهم ولكن طبعاً مش كل شيء بيبقى معلن أشكرك جداً دكتور محمد نورتنا الله يخليك ده نورك وإن شاء الله نتمنى التقدم لقناتك أمين أمين جزيل الشكر لدكتور محمد عز الدين حسن رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية حيأنها هذا اللقاء بجملة قوية جداً وهي أنه لو لهذا التعاون العسكري الحادث بالفعل في كثير من الدول الأفريقية مع مصر ربما كنا شاهدنا تدخلات أكبر وشاهدنا انقسامات أكثر لكن يعني نتمنى أن الأفاق دي تزيد وأفريقيا مرشحة أن هي تبقى القرى الأولى في العالم وأن هي تبقى الأعمال هي المكان الوحيد اللي فضل في العالم للاستثمار والتنمية مازال فيه أماكن كتير بكر زروات كتير لم يكشف عنها طاقة بشرية هائلة لم تستخدم حتى الآن وعي ثقافي ووطني لكل شاب أفريقي ببلده وبقرته علشان يزيد وزي ما قلنا أثناء الحوار أكسب زي ما بكسب الآخر بشكركم جداً على وجودكم معنا النهاردة بكر حلقة جديدة في مساء الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر